موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت فقدان الهاتف يسبب ضغطا نفسيا كالتعرض لهجوم إرهابي أجرى علماء بريطانيون دراسة جديدة تقول إن فقدان الهاتف الذكي يكاد يكون أثره مشابها لتعرض إلى هجوم إرهابي وسأل الباحثون المشاركين عن شعورهم الفعلي تجاه مجموعة من الأحداث المأساوية بما في ذلك وفاة أحد أفراد الأسرة أو التعرض لهجوم إرهابي وكانت النتائج مثيرة للدهشة حيث كان أثر وقوع هجوم إرهابي على الأشخاص أعلى قليلا من التوتر الحاصل نتيجة فقدان الهاتف الذكي أما صحيفة اليوم السابع المصرية فقد عنونت نسخة جديدة من آيفون 7 بلس بتصميم مستوحى من الثمانينات ظهرت نسخة جديدة من هاتف أبل الأحدث في الأسواق آيفون 7 بلس بتصميم خارجي قديم مستوحى من أجهزة ماك التي طرحتها شركة أبل خلال فترة ثمانينات ومن المقرر أن يتم عرضه للبيع بسعر يبدأ من 970 دولار أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت ناسا تعرض صورة ثلاثية الأبعاد لقمر زحل عرضت ناسا صورة ثلاثية الأبعاد لقمر زحل بان ذو الشكل المميز حيث يشبه القمر بشكله فطيرة فضائية وتم التقاط الصور عن طريق المركبة الفضائية كاسيني على مسافة أكثر من 25 و34 ألف كيلومتر من القمر وصحيفة القدس العربي التي عنونت غرامات تهدد وسائل التواصل الاجتماعي قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية أنه ينبغي للشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجوجل وتويتر تعديل شروط الخدمة للمستخدمين الأوروبيين خلال شهر وإلا خاطرت بالخضوع لغرامات